اشتركوا في القناة 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 هنا عندي هذه العبوة نحو منها ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ونزيد عليها اي زيوت عنا في الدار طبعا الزيوت حسب لون الشعر بش يعني بعد ما تقوليش بالليندا فازتنا شعر اذا كان شعرك طبيعي غامق ركزوا معي جيدا فكل ما عليكم انكم اضيفوا الزيوت كزيت جوز الهند زيت جوز الهند مرطب منعم يعالج التقصف ويقضي تماما على مشكلة عدم طول الشعر كذلك عندكم زيت القرنفل وبالاضافة انه عندكم زيت السدرة هاذ من الزيوت للناس يشعرها غامق يعني شعرك اكحل ولا مانو ولا يعني هذي الالوان تقدرو تستعملوها بكل بساطة وش نديرو نهزو مغرف ونزيدو مغرف مغرف صغير مغرف كبير من كارينا ومغرف مغرف صغير من الزيوت لعندكم كامل نحطوها على حمام مائي حتى ذوب ثم نعود الى بعد ما تبرد شوي رجعوها في العلبة وندهنو بيها تفهمنا؟ كي تحبو تديروها كبندويل يعني كل ما عليكم كمتزو مغرف تسيحو بيدكم مليح مليح وبعد تدهنو بيشعرك مليح وتغلغلو في الفروة بشترطبوها ثم بعد ذلك اوش نديرو نجبو منشفة ساخنة كونو درنا بابي فيلم او بلاستيك لذائي ثم نحطو المنشفة الساخنة هذه الطريقة تعتبر علاج فوري للناس يدارو لماش بشرطة نحو الزيوت لما تولف يعني متولمش يعني لماش عندكم زيت اللوز الحلوي يوالم لماش و يخرج عليه و عندكم زيت القارس ايضا مليح لللماش لكن الزيوت الاخرى الغامقة حذاري احيان الناس لا تسمعش الفيديو اصلا يعني تهز غير الكلمة اللولا و تقول الكارك مجريتو علي لا اسموا الفيديو لاني قلت لكم الشعر الغامق عنده الزيوت و الفاتح عنده الزيوت ديرو زيت اللوز الحلو ولا اذا كنتوا حتى تخافوا من الزيوت ولا ما عندكم اشتروا سيرام ها هو ديرو بومبولا الزيوز في اللوحتيكم و ديروه ان شاء الله سيعطيكم نتيجة رائعة جدا اذا تهنينا من البند هذا البندويل او حمام الزيت وش نديرو بعده مباشرة شوفوا البند بعد ما تكملوا البندويل لازم تغسلوه جيدا بالشرمبو المناسب ليكون خاص بالشعر الجاف تفهمنا علش لانه كنت تغسلو شعركم خاص بالشعر مثلا الدهني اراح يهلكم لازم تديرو الشعر جاف لانكم حتنحوا هذه المادة و راح ترطبوا ايضا بالشعر ثم اذا كان عندكم الفورش من تحت ديرو البلسم هذه تسمى عناية كاملة حتى كنت تكون عندك سالون انا عندي حباباتي بزيف حفافاتي يتبعوا فيها كيكون عندك سالون و درتي الوحدة لماش و شفتي شعرها باللي رهويه بزيف ثم ديرها مغف كارينة مع بومبت السيروم عندك و ديرها بندويل و اغسلها شعرها فهمنا هذه الطريقة راح تنعملكم الشعر جدا جدا الان لبنات كان حاجة مهمة جدا يغفل عنها الكثير في غسل الشعر يعني كان واحدة تقول لك باليعالج تعلش تعلش شعري و ما طوال ما تنحلو تقصف ما يعني مجرى لوالو يعني كأنك يبو زيد ما غزيت فهنا وش نعملو هنا طريقة الغسل هي الغالطة يعني من اكبر الاشياء اللي كنت نديرها انا و حطمتلي شعري هو المسخون لازم عليكم تغسلوا بماء دافئ دافئ و اذا كنتوا في الصيف تغسلوا بالماء الدافئ و بعد خلاص كأنك دخلتي في البحار صبي على رأسك تصمى بارد بشوية فهذا راح يغلق المسامات اللي في الفروة على الشعر اللي نحنا حلينها بالغسيل فبالتالي حطيح صدقوني انا ما كنتش نتوقع بكسمة انه شعري راح يتغير تفهمنا الآن راح نروحوا لوحد الناس معينة ولي هي عندها شعرها يعني تبارك الرحمن مريقل في كل مكان الا انه عنده بعض الفراغات الفراغات هذيك هي البنات هي ناجمة عادة و 90% او عن تجربة من القلق يعني الناس اللي كيف حاليتي قلقين تعالوا هنا تلموا فانتم تحتاجوا اولا الى بعض التزانات كما البابونج غيروا و ثم تنحو القلق يعني اي حاجة تحاول تقلقكم هو صح الانسان لازم يقلق احيانا كنتم هاللحو يج تقلق فلازم عليكم تحاول تنقصوا القلقة ثم تجيبوا واحد الحاجة مهمة جدا واللي هي انا يعني انهبها وتفيدني بزاف اللي هي هذه الثوم الثوم اي ثوم عندكم اي ثومة ها هي اقسموها وديروها على شعاركم على الماكين اللي فيه فراغات فقط اذا اللي بنت تستعملوا التوم تقصوا على زوز وتحكوا الاماكن فقط اللي فيها الفراغات واذا حبيتوا تستعملوه يوميا كما قلتكم حبة ثوم يوميا البلاصة هذيك اللي درتوا فيها تغسلوها فقط تغسلوها ثم تحطوا لها شوية قهوة بن البن العادي علاش لانه البن ايضا يساعد في نموء الشعر وقريبا نحن نعمل لكم واحد الزيت هو صنع منزلي ما تصوروش كيفاش يكحل الشعر ويرطبو وكذلك ينحي لكم المشكلة تعد تساقط بالاضافة انه ريحته طيبة اتفهمنا اذا الفراغات الفراغات لازم يعنينا انديرو لها الثوم ما كان حتى حاجه الطول الفراغات الا الثوم تفهمنا كين حاجه اخرى اذا انتم في تبسة طبعا تبسيات يعرفوا بلي عنا الثوم ذكر فالثوم ذكر وين يطيح لانه عنده موسم وهو عبارة على حبة ثوم واحدة كبيرة كأنهاراس وهو يعني يسمو ذكر لانه ما عندوش هذوك مكعبات بزيف يعني سنينات اشيروه ارحوه وديروه في الزيت زيتونة بعد ثلاث يام ربعة ابدو ديروه فيه على شعاركم نهار هيه ونهار له حتى الشعر يطواله هو بالمناسبة زيت الثوم ذكر او الثوم ذكر ما عندوش رائحة كيما الثوم العادي ولكن حتى هذا الثوم راهو يعني فيه منفعة كبيرة بالاضافة حتى اذا كان عند جراج لكل اخوك انا عندي طفل خويا لانه اشغر فاللحية تاعو يعني كانت متنبتش اصلا يعني فيها فراغات بزيف والله يحبها ثوم ومنحبش نحلف ليكم يعني نحكي بكل صدق انه يحك هذيك البلايز ما فاتش عليه شهر الا ما طوالت البلايز هذيك كامل والان لحيتوا يعني كثيفة ندم ندم انه دار الثوم المهم الان كان حاجة اخرى واللي هي حبيبتنا وعزيزتنا اللي هي البيض البيض يا البنات في هذي الاسبوع اللي تكونوا تديروا في كارينا وتديروا في البندوي لانه الشعر الجاف جدا يحتاج هذي الاشياء لازم عليكم متويلفوا الشعر تاعكم يعني كما قلنا بالعناية اللي هو حبيبتنا البيض البيض انه ما نحتاجوش البيض نحتاجو فقط الصفار وطبعا كنت حطيت لكم وصفة بالبيض والصفار وهذا اللي هو محبوب الجماهير هواي هواي علش نحنا نختمو به في الحفافة لانه تركيبته رائعة جدا تركيبته احسن من اي بلسم عالمي بالصح نحب نضيف ليكم واحد الاضافات على البلسم هواي تزيدوها انتم فيه كسروا فيه كبسولة تاع فيتامين ها وتديروا فيه بومب بتاع سيروم واخلوه ديما عندكم في الدوش حتى اذا ما حبيتيش اسيدي كرهتي من الوصفات انو انا واحدة من السعد يعني يفوت عليه وقت نكره كلش نحبش ناخد مراسي اصلا فاجيبوا البلسم وديروا فيه الحواج هذي لكبسولة فيتامين ها وزيدوا فيه عصره من السيروم وزيدوا فيه ملعقة من زيت اللوز الحلو واذا كان شعركم غامق يساعدكم يهناكم ديروا الزيوت كله خلطوه وخلوه في الدوش كلمة الدوشي خاصة المتزوجات ديروا من تحت وابعدوا تماما عن فروة الشعر في حالة واحدة تديروا على فروة الشعر يذكر راسكم اياه باسم الفروة المهم هذا ايضا يساعد في العناية الان الناس يسبغة تشعرها وطبعا دا يتقصف ومهما داروا ليه عناية محبش يطوال هناك كان حل اللي قلت لكم عليه هو الثوم اذكر حقوا للفروة تاعكم كامل يعني صدقوني راح تجيبوا التومة هاك تقسموها وتحكموا تحكموا ملح الفروة على شعرتك مملح ملح لكن بعدها مباشرة بدقيقة باش ما تحرقش الفروة على الشعر تديروا الزيوت اللي عندكم حسب اللون اللي عندكم في شعركا ديروا زيت اللوز الحلو بدوا مساجوه مساجوه وانتو ما تديروا في المساج العكسي هو عبارة تقدي في كرسي وما تكونيش حامل وما تكونيش يعني عندك اي مرض في الصدر او القلب وتقلبي شعرك كل قدام يعني كفي وضعية السجود وتبديت مساجي في شعرك وش يصرا هنا اسمه تحفيز النمو لانه نحنا كامل ناس يمتوارش شعرهم بسرعة عندهم مشكلة في السيركي العصيان تعدم او الدورة الدموية ما تمشيش تفهمنا اذا اللبنان بندويل تاخد مبلسم هواي بي المكونات تعطيت هالكم وديما السيرام معاكم ديما ديما السيرام حتى اذا كنتم تعبنين وما مش حابين ديروا اي مانسك او حاجة ديروا بومب بتاع سيرام ومسحوها لشعركم فرائع جدا الآن وشي اخر حاجة رحب تنقولها لكم اللي هي فيما يخص التغذية التغذية مهمة جدا اذا كان عندكم مشكلة في الانيميا ولا سوء الامتصاص ولا كاش عندكم مراد هذا كسيرة لك ولا منعبش الاسم تاو بالضبط يعني صلحوا لي او كتبوا لي اسم تاو فهنا لازم لكم العلاج العلاج من داخل والعلاج من برا ونقصوا السكر لانه كل ما كيتوا السكر كل ما تاح شعركم كما انا قال هالي الطبيب قالي الحلويات بزيف يعني تزيد نمو الشعر في الجسم وتهبط لي في الراس فمتوني فنقصوا الحلويات استعيضوا بها بالعسل ولا التمر يعني عندكم رب الطمر يتباع شروه ولا يشروا العسل الحر ميتين وخمسين الف يعني 4 ملعقة في كسمة وشربوها راح تخليكم متحسوش بالنهم للحلويات كان هنا حاجة اخرى القلق النفسي اذا كنتم تعانوا من اي مرض روحي يعني ما نشعر فيه نحنا حسد زحر اي حاجة عندكم القرآن يعني دي ما حطوا الكت في وظنكم في الوقت تحسوا بي بالقلق هذا كالوقت يخلي الشعر الطيح كان هذا هو فيديو اليوم اعطيت لكم شونبوين لي هو دبل سانس بلسم هواي كيفاش تخدموه وكذلك بندويل بكارينا الزيوت المستعملة للشعر المصبوخ بالاشقر هو اكثر زيت مليح لي هو زيت اللوزي الحلو فقط يعني ما كاش زيوت بزافة هو زيت الليمون اما الشعر العادي ديرولو كل الزيوت خاصة زيت السدرة وزيت القرنف اللي رائع جدا وفكرتوني عفوا ثوم مليحة الناس اللي شعرهم يعني فيه لماش بصعمة دولة نديروش على خليحاتها تحبت لغاسين حكوا مليح مليح الشعر تاكم مع مرة اسبوعية حتشوفوا نتائج رهيبة ثوم يعني عجب عجب في تطويل الشعر كينا حاجة اخرى الناس اللي يتكره من الرائحة تعالماسكات يبقوها في شعرها وش تدير سهلة مالا جبوا واحدة قارس للناس اللي شعرها بالاصفر ولا لماش جبوا حبة القارس الليم عصراها في المم غلي وشفتوا بها الشعر تاكم يعني شفتها الاخيرة مليح ليكم يزيد يفتح ليكم لماش ورقليكم يعني الشعر تاكم لانه الليم هو فقط للفروة ينظفها ويريقلها اما الناس يشعرهم غامق كيفي يقدروا ديروا مغرف قهوة يطيب مليح ولا يطلعوا برستع قهوة ويجيبوا فنجال يديروه قبل ما يغسلوا التشليل الأخير حينحيكم يحتثوا نحيكم كل شيء المهم كان الموضوع تعانى الشام الوافي لانه ديما اتقول لكم تزربي اليندا وان شاء الله ترقبوا فيديو قريبا على وحد المنتج عالمي يخلي الشعري اطوال ان شاء الله وين يحلوا هنا بركة لكوسميتيك كان الرجل قالي نبعثه لك فنروح نجيبه تفهمنا؟ تحلوا في رواحكم خلوا لي منيكم تابعوا فيا تحية الناس مع اسكر نحبكم بزيف رسائلكم الطيبة تصيروني عبر الفيسبوك والباج والتعليقات نستيرت ناس هشلف اخص بالذكر امري تاج وشكون اخر يا ربي شكون شكون خاصة ناس هشلف تحية ليهم لانه اخواتي مثل ما بزيف يدعموني في الگروب في صندوق الوصف وش تلقوا تلقوا ربابة قنواتي الاحتياطية والاستغرام وكذلك الگروب وتهلوا في رواحكم وفي شعاركم والمرأة كل ما تسهل في رواحها كله يظهر لوجهها وتبين اجمل وترتح نفسيا حتى شعرك تريقل حتى منك تزهي روحك تضحك تتمسخري نحيلك نكد شعرك حيرجع رائع جدا تهلوا في رواحكم وسلام عليكم